السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشرح اليوم جايب لكم شرح لتحديث التطبيقات اللي هي من خارج جوجل بلاي طبعا اللي هي من خارج جوجل بلاي مثل بلاي ستيشن بلاي بلاي ستيشن انا عملت له الشرح بالقناة رابطة موتود اسفل الفيديو يعني هذا التطبيق يعني هو موجود على جوجل بلاي ولا كجوجل بلاي البريطاني او الامريكي فلا يمكن يعني تحديثه اي ما فيه فعندك البدائل هدول عنده موبيجين ماركت وهذا التطبيق وان موبايل ماركت اوكي نفرت على موبيجين ماركت اوكي نشوف افضل التطبيقات يعني نشوف اه هنا 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 يوجد ادعاش نضغط عليهم ونشوف انه كل هذه التطبيقات بده تحديث كما انت تحدث بس اللي من خارج جوجل بلاي يعني التطبيقات وحتى العاب اذا كدت جعبه من جوجل بلاي واصدار قديم يكونوا كتحديثه ونفس الشي لهذا التطبيق ايضا في دسلتعشر تحديث اوكي واخر شيء وان موبايل ماركت تحديث نشوف فيه سبعة تحديث نشوف هنا فيه سبعة تحديث سبعة تطبيقات تحتاج الى تحديث طبعا كل برنامج كل تطبيق يختلف عن الاخر يعني بمعنى انه اذا كان عندك تطبيق من خارج جوجل بلاي او لعبة شكتريت مو شكتريتها يعني نزلتها من جوجل بلاي وما جالك تحديث تلاقيها واحد من واحد من هال ثلاث برامج هدول وبالمناسبة هذا الشرح اللي انا شرحته بال مرة السابقة وهو عن كيفية تستعمل خاصية ريموت كنترول اس فور رح يطلع الان غيرت رابط التطبيق ان شاء الله صار يدعم يدعم التلفزيوناتكم بس فايج اعجبك الفيديو اضغط على لايك واشتراك اذا يتيك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته